معنا مباشرة من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة هناك مصطفى بازرقان أهلا بك سيد بازرقان معنا في العراق اليوم إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا النظام بديلا عن الطاقة التقليدية المعهودة في بلداننا وفي العراق تحديدا طبعا بالعراق لا يمكن أن يكون بديلا لماذا؟ لأن هناك شحة في الطاقة الكهربائية صحيح الطاقة الشمسية ممكن أنه تعاوض جزءا يسيرا يعني العراق لحد هذا اليوم لا ينتج أي طاقة متجددة هناك عقد وقع في عام 2018 لتوليد ألف ميجاواط وبحدود العام 2025 تكون ألفين ميجاواط لم يتحقق ذلك قبل شهر تقريبا هناك عقد جديد بين العراق والإمارات لتوليد الطاقة الشمسية هذا جانب ولكن على مستوى الأفراد والمستثمرين المسألة ليست يسيرة يعني على مستوى الأفراد دعني أوضح نقطة أنه معدل راتب الموظف العراقي بين خمسمائة إلى ستمائة دولار ما يمكن أنه يكلف لتوليد الطاقة الشمسية هو بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار هذه ليست يسيرة البنك المركزي كما ذكرتم في التقرير قد يقدم قروض أو مساعدات ولكن لا بد من ترشيد يعني سيد الأزردان تعلم ويعلم ربما من يعيش خارج العراق أن في الدول المتقدمة عادة تقوم شركات خاصة بتأمين هذه الخدمة مقابل نظام التقصيط على مدى سنوات ما مدى إمكانية تفعيل ذلك في العراق مثلا؟ مدى إمكانية تفعيل ذلك لا ننسى أنه لا نزال نحن نعيش في فترة فساد هناك فساد مؤسساتي هناك فساد حتى في القطع الخاص ولذلك لا بد من تأشير هذه النقطة رغم أنه قد يتفاجئ المشاهد الكريم العراق في عام 1981 كان هناك أكبر يعني محطة لتوليد طاقة شمسية في العالم ليس في الوطن العربي ولا تزال البناء ولكنها متروكة بمهندسين عراقيين ومهندسات عراقيات هناك إمكانية ولكن لا بد من ترشيد ذلك ولا بد من وجود هيئة رقابية لضمان تنفيذ هذه العقود وضمان تنفيذ هذه المشاريع طيب هذه الطريقة والنظام في توفير الطاقة المتجددة في حال لو تم تنفيذ هذه الطريقة كم نسبة التعويض الذي ستوفره سواء على مستوى المستثمرين في الشركات أو حتى على مستوى الأفراد هناك أرقام هناك هذا العقد الذي وقع شهر الماضي 2000 ميجاواط العراق اليوم ينتج بين 19 إلى 20 ميجاواط ولكن يحتاج إلى 31 ميجاواط هذه كمية يحتاجها ولكن هل هذه الطاقة الشمسية وهذه المشروعات تغطي هذه الحاجة هذا السؤال الذي لا بد لوزارة الكهرباء ووزارة الطاقة أن تجيب عليه من العاصمة البريطانية لندن كان معنا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة هناك مصطفى بازركان شكرا جزيلا لوجودك معنا موسيقى 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 موسيقى